يبدو أنه يذوق من الكأس ذاتها التي جرعها للفلسطينيين بحصار غاشم غير إنساني في قطاع غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو فردت عليه الحرب حصارا سجنه من كل النواحي فلا يستطيع الخروج يمينا أو يسارا بعد أن فشلت قراراته السياسية والعسكرية في تحقيق أهدافها على الأرض أو حتى إرضاء حكومته المتطرفة التي استخدمت كل السبل لمحو القطاع من الخريطة الفلسطينية وكان الإخفاق الزريع وعدم قدرته على تحقيق أي انتصار يذكر في الحرب بقطاع غزة أو استعادت المحتجزين الإسرائيليين وإعادتهم إلى ذويهم ليصاب نتنياهو بداء بلا دواء الضربة الأولى مظاهرات يومية واسعة نطاق لعائلات المحتجزين تجوب كل المدن الإسرائيلية حتى وصلت إلى تل أبيب وقدس المحتلة تطالب بالإفراج عن ذويهم وإتمام صفقة تبادل وإسقاط حكومة نتنياهو احتجاجات أججتها وزادت حدتها اعتقالات الشرطة الإسرائيلية للمتظاهرين والتعدي عليهم بالضرب وسط اشتباكات عنيفة واقتحام الحواجز الأمنية وإشعال النيران كرب مقر إقامة نتنياهو لتخرج المظاهرات عن السيطرة وتصبح صداعا يوميا في رأس رئيس الوزراء الإسرائيلي الضربة الثانية انشقاقات داخلية وخلافات كبرى بين القيادات الإسرائيلية أشعلها قرار نتنياهو حل مجلس الحرب بعد طلب وزير الأمن القومي إطمار بنغفير الاندمام إليه وتشكيل مجلس جديد مصغر للمشاورات السياسية يضم وزيري الدفاع والشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي من دون بنغفير واستطهامات يوجهها مسؤولون إسرائيليون للأخير بأنه يسرب تفاصيل المناقشات التي تدور في حكومة الطوارئ واعتبروه خطرا على أمن إسرائيل رافضين تماما اندمامه إلى المجلس الجديد ما يعكس حالة التخبط الكبيرة التي تعانيها قيادة الإسرائيلية على المستويين السياسي والعسكري ويبدو أن السابع من أكتوبر لا يزال يخبئ وراءه تفاصيل خفية تظهرها كواليس الحرب يوما تلو الآخر أبرزها ما أفادت به هيئة البثيات للاستخبارات بدلا من تحقيق أهدافهم لتمثل تلك الحالة فشلا استخباراتيا جديدا وضربة أخرى في رأس نتنياهو الذي أوشك على السقوط أخرى